بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على آله وصحابته ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أيها الأخوة المشاهدين الكرام أهلا بكم على مائدة القرآن الكريم ومع برنامج الوقف والابتداء ومعنا في هذا اللقاء فضيلة الدكتور إسلام بن ناصر الأزهري مرحبا دكتور كنا قد توقفنا في المرة السابقة عند الآية الخامسة والتسعين بعد المئة من آل عمران وهو قول تعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم تفضل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مرحبا بكم شيخنا ومرحبا بالسادة المشاهدين الأكارم ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته في قول الله تبارك وتعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى تكلمنا في المرة السابقة عن مطلع هذه الآية وقلنا إن الله تبارك وتعالى في هذا الموضع الوحيد قال فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى مع أن القرآن الكريم ليس من عادته أن يفصل في العامل لأن الرجال كالنساء في الأحكام الشرعية نساء شقائق الرجال لكنه قال هنا من ذكر أو أنثى لأن الحديث كما ذكرنا في الآيات السابقة عن الجهاد والجهاد مفروض على الرجال لا على النساء فكأن الله تبارك وتعالى قال فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم وأراد أن يعدد العامل من ذكر أو أنثى ويذكر الذكر والأنثى حتى يعني لا يضيع لا يتوهمن متوهم أنه طالما أن الجهاد مفروض على الرجال دون النساء فإن الرجال وحدهم هم من يأخذون أجر الجهاد لكنه أراد أن يقول إن النساء أيضا يأخذن أجر الجهاد في سبيل الله إن جهزن الغزاة في سبيل الله إن حفظن بيوت الغزاة بعد خروجهم إلى الغزو إن كن عونا لرجالهم على الجهاد في سبيل الله يأخذن كذلك أجر الجهاد الذي يأخذه الرجال لذلك قال من ذكر أو أنثى وقلنا إن قوله فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم هذه تتمة لما قبلها يعني كفسيرية لما قبلها نعم لا نقول فاستجاب لهم ربهم ونقف ونقول أني لأن المعنى فاستجاب لهم ربهم بأني لا أضيع عمل عامل منكم أو فاستجاب لهم ربهم لأني لا أضيع عمل عامل منكم بتقدير الباء استجاب بأن لا يضيع عمل عامل منهم أو استجاب لهم لأنه سبحانه لا يضيع عمل عامل منهم فسواء أكا قدرنا الباء أو اللام فلابد أن توصل بما قبله نعم فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى واجوز أن نقف هنا ونقول بعضكم من بعض وكنا قد وقفنا عند هذه النقطة أو عند هذه الجملة ثم نبدأ ونقول فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا طبعا فالذين الذين مبتدأ ولا أكفرن خبر لا أكفرن هو الخبر يعني لا يفصل بين المبتدأ والخبر يعني لا بد أن نقرأ من قوله فالذين إلى قوله لأكفرن عنهم سيئاتهم ولا أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار لأن لا أكفرن هي خبر الذين ولا أكفرن معطوفة ولا أدخلنهم جنات هذه جملة معطوفة على جملة الخبر والجمل المعطوفات كما قلنا قبل ذلك تأخذ في الوقف والابتداء حكم الجملة المعطوفة عليه فإذا عطفت على جملة مستأنفة يجوز أن نفصلها عما قبلها لأن الجملة المستأنفة أصلا يجوز أن نفصلها عما قبلها لو عطفت على جملة حالية لا يجوز لأن الجملة الحالية أصلا لا يجوز أن نفصلها عما قبلها هنا عطفت على جملة الخبر فجملة الخبر أصلا لا تفصل عن المبتدأ فكذلك الجملة المعطوفة عليها لا تفصل عما قبلها فلذلك القراءة من قوله فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم إلى قوله ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار طبعا فالذين هاجروا وأخرجوا وأوذوا وقاتلوا وقتلوا هذه خمسة سيمات هاجروا وأخرجوا وأوذوا وقاتلوا وقتلوا في سبيلي هاجروا في سبيلي فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي طبعا هاجروا هذا الترتيب ترتيبهم بديع أو هذه السمات كل سمة منها يعني منفصلة بمعنى أن هناك من هاجر وحده دون أن يخرج من بلده كالصحابة الذين هاجروا للحبشة كان منهم سيدنا عثمان بن عفان وزوج وابنة النبي عليه الصلاة والسلام التي هي زوج عثمان نعم ويعني أغلب من خرج مهاجر للحبشة لم يخرج من بلده مخرجا عنوة وإنما خرج ليؤسس للإسلام في منطقة أخرى غير الجزيرة العربي فهذا هاجر وأخرجوا من ديارهم أي أنهم أخرجوا عنوة كالمهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة فرارا من أذى قومهم فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم أو الذين أخرجوا يعني كما قلنا عنوة بسبب إذاء وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي الإذاء قد لا يكون مصاحبا للإخراج في جماعة من الصحابة أوذوا في سبيل الله وهم في مكة لم تتح الهجرة لهم زي سيدنا أبو جندل ابن سيدنا سهيل بن عمر كان عبد الله أخوه خرج مهاجرا وهو لم يستطع الهجرة هذا ممن أوذي في سبيل الله وربنا تبارك وتعالى لما تكلم عن فتح مكة قال إيه وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ في صلح الحديبي لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم يعني لولا أن هناك رجالا في مكة مؤمنين بالله تبارك وتعالى وكذلك نساء وأنتم لا تعلمونهم فربما يكون قتالكم لأهل مكة في هذا التوقيت ربما يؤدي إلى قتل هؤلاء المؤمنين فتصيبكم منهم بسبب قتلهم معرة بغير علم فهؤلاء أوذوا ولم يخرجوا لم يستطيعوا الهجرة إذن عندنا الآية فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي هذا ترتيب زمني أصلا لأن الهجرة الأولى للحبشة لم تكن عن أذى المشركين السادة هم الذين هاجروا زي سيدنا عثمان ثم أخرجوا من ديارهم الذين أخرجوا عنوة بسبب إذاء قوم ثم من لم يستطع الهجرة فأوذي في سبيل الله هذه الثلاثة وقاتلوا وقتلوا القاتلوا لأن تشريع القتال جاء بعد كل هذه المراحل جاء بعد مرحلة الهجرة الطواعية ثم الهجرة الكراهية ثم الإذاء أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا قاتلوا وطالما أنه قاتل فالقتال يؤدي إلى القتل فلذلك قال قاتلوا وقتلوا وقرأ حمزة والكساء وخلف نعم وقتلوا وقاتلوا قراءة والحقيقة القراءة دي من القراءات البديعة ونحن قلنا قبل ذلك أن القراءات القرآنية تعدد القراءات يتمم لنا المشهد متكاملا طب أين تتميم المشهد هنا؟ هنا وقاتلوا وقتلوا طيب إذا قتلوا بعض الناس إذا قتلوا أو إذا قتل منهم في ساحة المعركة يؤدي هذا القتل إلى الوهم وإلى الضعف فيفرون أو لا يعودون للقتال لكنه قال فالذين هجروا وأخرجوا من المعوذة في سبيل وقاتلوا وقتلوا القراءة الأخرى إيه؟ وقتلوا وقاتلوا فقدم القتل أولا يريد أن يقول إن هؤلاء في تسلسل من القتال في سبيل الله لا يهنوا ولا يضعفوا قاتلوا وقتلوا فلما قتلوا قاتلوا أيضا مرة أخرى وقتلوا 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 وهكذا لا يهنوا لا يضعفوا وهذا فيه بشارة لأهل الإيمان الذين يصرون على قتال أعداء الإسلام مع كثرة الجراح فيهم أن هؤلاء ربنا قال فيهم لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار فكأن القراءة تريد أن تدفع توهما أنه القراءة الثانية قراءة حمزة والكساء قتلوا لأنه ربما يتوهم فالذين وقاتلوا وقتلوا أن هؤلاء منهم من يضعفوا يعني بعض الناس يقول طيب بعد قتلهم ربما يهنوا أو يضعفوا والآيات في سورة ألي عمران السابقة أناطت الفخرة والأجرة والمثوبة بالذين وكأي من نبيين قاتل معه أو قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم وما ضعفوا وما استكانوا فحتى لا تتضارب الآيات جاءت القراءة الأخرى قاتلوا وقتلوا فلما قتلوا لم يهنوا ولم يضعفوا وجاءت القراءة الأخرى بتقديم القتل أولا وكأن هناك تسلسل في القتل قاتلوا وقتلوا ثم بعد قتلهم قاتلوا أيضا وقتلوا وهكذا ليقول إن هؤلاء لم يهنوا ولم يضعفوا قطوا عن قتال أعداء الإسلام ويعني ابن كثير وابن عامر قرأوا وقتلوا بالتشديد لإرادة التكثير التكثير وسبحان الله كأن القراءات الثلاثة هذه تعطي لنا مشهدا بديعا أو مشهدا يوضح لنا ثبات أهل الإيمان ورسوخ عقيدتهم في الجهاد في سبيل الله أنهم قاتلوا وقتلوا وقتلوا يعني كثر فيهم القتل ومع ذلك عادوا للقتال مرة أخرى بدلالة قراءة حمزة قتلوا وقاتلوا وهكذا يعني هذا يدل القراءات الثلاثة مجتمعة تدل على أنهم لم يهنوا لم يضعفوا لم يستكينوا تدل على رسوخ عقيدتهم ورسوخ إيمانهم وثباتهم في ساحة المعركة مرحب الله فيك إذن هنا فالذين هجروا وقرجوا من ديارهم وأوزوا في سبيلي لا نقف هنا نعم ونبدأ نقول لأكفرن لأن لأكفرن هي خبر خبر الذين ولا يفصل المبتدأ عن الخبر في الوقف ولأدخلنهم أيضا معطوفة على الخبر فلا تفصل عما قبله فلأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار هذا ثواب لهؤلاء الذين مضى ذكرهم هجروا وأخرجوا وأوزوا وقاتلوا وقتلوا إنه هو ثواب من عند الله نعم طبعا ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار هناك وجهان في هذه الجملة وجهان في الوقف والوصف نعم يعني عبرنا على عرب الثواب ثوابا يعني هي إما حال إما حال أو وفا المطلق نعم إما حال من جنات أو أدخلنهم جنات أو حال من الضمير اللي هو الواقع مفعول به لأدخلنهم حال كون دخولهم ثوابا من عند الله لو اعتبرنا مثابين مثابين لو اعتبرنا ثوابا حال حالا من جنات أو من المفعول لا يقف عليك فلا بد من وصلها بما قبله يعني من مثلا ولا أدخلنهم جنات تجرب من تحتها الأنهار ثم نبدأ ثوابا من عند الله نعم ونقف هنا وطبعا قلنا ثوابا من عند الله وسبحان الله كما قلنا قبل ذلك إن العندية وحدها شرف نعم فما بالك بالثواب عند الله عند الله عند الله عندك بيتا في الجن فهي تريد العندية أولا اخترت الجار صحيح صحيح فهنا ثوابا وليس ثوابا عادية إنما ثوابا من عند الله ثم نقف هنا وقفا كافيا لأن والله عنده حسن الثواب مبتدى وخبر والوقف قبل الجملة المكونة المبتدى والخبر وقف كافي نعم الله يبرك فيك نقرأ الآن إن شاء الله فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب قوله تعالى لا يغرنك تقلوا الذين كفروا في البلاد طبعا هذه الآية تثبيت لأهل الإيمان نعم تثبيت للنبي عليه الصلاة والسلام ولأهل الإيمان جميعا لا تغتروا بتقلب الذين كفروا في متع الحياة الدنيا وملذاتها وفي تنعمهم بالدنيا وما فيها فإن ربنا يقول والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى له فلا يغرنك يا نبي لا تغتر لا يحملنك تمتع هؤلاء وكثرة تمتعهم ويعني يعني شعورهم بالراحة والطمأنين في البلاد وتقلبهم في البلاد وعطوهم في البلاد وكونهم يعيثون في الأرض فسادا لا يغرنك هذا نعم متاع قليل مهما كثرة هذا متاع قليل طبعا لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد هذه آية لا وقف فيه طيب هناك رويس عن عقوب قراءة لا يغرنك نعم لا يغرنك تخفيف النون نعم نعم طبعا لا يغرنك تقلب الذين كفروا تقلب هنا فاعل والذين كفروا مفعول به الذين مفعول به ضمير بتاع اسمه موصول وكفروا جملة صلالة محللة من الإعراب وفي البلاد جروا مجروم متعلق بالجملة قبلها نعم متاع خبر لمبتدى محسوف تقديره هذا متاع قليل ذلك متاع أو ذلك متاع قليل مهما كثرة تقلبهم في البلاد طبعا ربنا نفسه صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر هي سجن المؤمن لمسجون بماذا مسجون بالشرائع لأن الشرائع تقيده محبوس آه يعني آه يعني هو يريد أن يتمتع لكن الشرع يحد حدا يريد أن يشرب الخمر الشرع يحرم آه يتمتع بالحلال آه الشرع حد له حدودا وطالما في حد معين فأنت محبوس في هذا الحد فلذلك قال الدنيا سجن وجنة الكافر لأنه هو فيها يتمتع بما شاء لا تحكمه شريعة آه ومن اللطائف أن الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله كان قاضي القضاء مر وهو يركب بغلته وحوله كان طبعا قاضي القضاء فحوله الخدم والحشم ويلبس الثياب القاضي فرآه رجل يهودي مهلهل الثياب مقطع الثياب فقال له يا أبا الفضل دينكم يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر فكيف وأنت كما أرى يعني أنت رجل متمتع ومقاضي القضاء وأنا كما ترى مهلهل الثياب مقطع لا أجد ما أكله فقال الحافظ ابن حجر نعم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا في إن ميت على ذلك أنا إن ميت على الإسلام فأنا في سجن لأن الحياة الحياة الدنيا مهما كان فيها من المتع وطبعا هو الثاني اليهودي لما نظر إلى معنى الحديث من نحية التشريع لما نظر إلى التمتع الظاهري فقال أنا بالنسبة لما ينتظرني من النعيم إن ميت على الإسلام في سجن لأن الحياة الأخيرة وأنت بالنسبة لما ينتظرك من العذاب إن ميت على اليهودية في جنة يعني أنت ستذهب عند الله عز وجل إن ميت على اليهودية في نار تلظة لكن أنت هنا في الدنيا تتمتع حتى لو كان يعني المقارنة يعني نتكلم عن المقارنة أنا بالنسبة لما ينتظرني من العذاب إن ميت من النعيم إن ميت على الإسلام في سجن وأنت بالنسبة لما ينتظرك من العذاب إن ميت على اليهودية في جنة فهو هنا بيؤول على إن المتع الظاهري والحديث على اعتبار التشريع يعني التشريع يقيد العبد فهنا لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد مهما يتمتعون بالحياة الدنيا ويتلذذون بنعيمها فإنه لا شريعة تحكمهم هم كل شيء متاح لهم فهم يتقلبون في الملذات والشهوات وخلف غرائزهم وشهواتهم سواء كان الشهوة الغضبية أو الشهوة الحيوانية أو كذا أي شهوة من الشهوات هم يتمتعون بها لا شريعة تحكم والأمر الآخر هم يتمتعون بشهواتها الظاهرة وأكلها وشربها ولباسها وركوبها وكل هذا متاع قليل نعم هو ذكر هنا متاع قليل في آخر السورة نعم وذكر في أولها تفصيل لهذا المتاع زيين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المكنطرة من الذهاب والفضة والخير المسومة والحرث والأنعام والحرث ذلك متاع حياة الدنيا والله عندها حسن المآب وسبحان الله جزاكم الله خير الآية دي كأنها مجملة تفصلها الآية الأولى هنا متاع قليل لأنه لأنه من النساء والبنين كل شهوات من الشهوات كما سبق عن ذكرنا منغصة 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 بالفناء منغصة بالقذارات منغصة بعدم الخلود لأنه مهما عمر الإنسان حتى لو عمر مليون سنة هو إلى فناء ولذلك ربنا لما تكلم عن نعيم الجنة دائما يقول خالدين فيه لأن الإنسان مهما كان في الدنيا متمتعا وتذكر مجرد تذكر فقط أن هذا النعيم سيفنى مجرد هذا التذكر ينغص عليه حياته لكن لما يقول أنتهى في هذا نعيم وخالدا مخلدا لا نهاية إما أن يزول عنه النعيم أو يزول هو عن النعيم صحيح فمجرد تذكر هذا أصلا ينغص المتع ولذلك قال متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد وطبعا المهاد اللي هو الفراش الممهد لهم ولا يمهد فراش إلا لمن ينتوي المكوث وليس الرحيل فيريد أن يقول لهم إن المكان الذي سيكون مهادكم أو سيكون مهادكم وستستقرون فيه ولا تتزحزحون عنه هو جهنم وبئس المصير وبئس المهاد وبئس المهاد نعم إذن متاع قليل هنا يجوز أن نقف على متاع قليل ونبدأ ونقول ثم مأواهم جهنم ونقف ونقول وبئس المهاد والأولى أن نصل ثم طبعا هي ثم للتراخي ثم للتراخي لكن التراخي عند العلماء فيه تراخي رتبي وفيه تراخي زمني التراخي الزمني معناها أن ما بعد ثم يأتي بعد ما قبله أن ما بعدها مترتب على ما قبله التراخي الرتبي ما بعد ثم أعلى في الرتبة مما قبله أعلى في الرتبة هذه سواء كان أعلى في رتبة النعيم أو في رتبة العذاب هنا يقول متاع قليل ثم مأواهم جهنم يمكن أن نحمل ثم هنا على التراخذ الرتبي التراخذ الزمني طبعا لأن طبعا مأواهم جهنم بعد ما يتمتعون ويمكن أن نحملها على التراخذ الرتبي اللي هو اعتبار أن رتبة الدار الآخرة وما يحل عليهم فيها في الدار الآخرة هي الرتبة الحقيقية بالنسبة للدنيا الدنيا بالنسبة لها لا شيء إن الدارة الأخيرة هي الحيوان الحياة الدائمة الدائمة سواء دائمة الخلود في الجنة أو دائمة الخلود في النار فلذلك يصح أن نجعل ثم هنا للترتيب الرتبي أو للتراخي الرتبي أو التراخي الزمني لو اعتبرناها للتراخي الزمني فالأولى أن نصل لماذا؟ لمناسبة قليل لأن متاع قليل دي زي ما قلنا قبل ذلك النفاء العاطفة اللي تفيد الترتيب والتعقيب لأنها تفيد التعقيب والتعقيب يتناسب مع السرعة فدخل محمد فعلي لاثنين ولا بعض مباشرة هنا متاع قليل ثم مأواهم ثم هنا للترتيب الزمني لو اعتبرناها كذلك فنصلها بدلالة قليل اللي يتناسب مع قلة المتاع أن تصل هذه بما بعده ولو اعتبرتها للترتيب الرتبي فيجوز أن نفصلها وهذا الوجه الذي طبعا هي على كلا الوجهين جائز لكن الأولى أن الوقف على الترتيب الرتبي والوصل على الترتيب الزمني الله يملك فيه إزاك الله خير بارك الله فيك لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد طبعا بئس هنا فعل وجامد والمهاد فعل والمهاد فعل يعني بئس المهاد ومهادهم الله يبرك فيه الوقف على رأس الآية هنا وقف كافي يعني بعدها لكن فيه تعلق معنوه فيه تعلق معنوه ما مضى يتحدث عن أن لا نغتر بالذين يتقلبون في البلاد ويتمتعون بها وبشهواتها وملذاتها ويعيثون فيها فسادا يعني بعض المؤمن ربما ييأس إذا وجد مثلا إخواننا في غزة يقتلون ويذبحون وتنتهك حرماتهم وتهدم بيوتهم وجوع وغيرهم من اليهود يتنعمون ويتلذهم لا يتنعمون لكن يعني هم يعيشون في دمار نفسي وعذاب نفسي أقوى وأشد قساوة من العذاب الحسي الذي يعيشه أهل غزة في ضنك يعني في ضنك صحيح وده طبعا حكم رب العالمين ربنا يقول وإذ تأذن ربك لا يبعثن عليهم لما اليهود إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب مهما قال القائلون وتكلم المتكلمون ومهما شرعت القوانين الأرضية تشريعا غير هذا لا يمكن أن يتحقق أبدا بحكم لأن ربنا يقول وإذ تأذن يعني أعلم وأحكم وقضى وبذلك لا يبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب فهنا حتى لا يظنن ظن ولا يأسن يائس من تمتع هؤلاء الظاهري وبؤس هؤلاء لا هذا متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد ثم جاء بالمقابل لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين هنا لكن نعم نذكر أخوانا نعم ما قلناه سابقا أن لكن يبدأ بها إذا كان ما بعدها جملة اسمية إذا كان ما بعدها جملة مستقلة مستقلة وقبلها لم تأتي الواو قبلها نعم يعني ناسا زي لكن الراسقون في العلم نعم لكن الذين اتقوا ربهم لكن الله يشهد بما أنزل إليك نعم صحيح كل ذلك نبدأ بإيه لكن على اعتبار أن لكن هنا حرف أن لكن حرف ابتداء نعم وما بعدها جملة مستقلة قالوا يشترطوا في لكن حتى يجوز البدء بها شرطان الأول أن لا تسبق بواو وأن يأتي بعدها جملة مستقلة كما هنا طب هنا يكون الوقف كافي ليه كافي لأن لكن هنا وما بعدها مقابل لما قبله هنا يبين في مقابلة لما يبين المتع الكافرين وأن هذه متعة وقتية قليلة وأن مصيرهم إلى جهنم وأن مهادهم جهنم ثم يبين أن الذين اتقوا ربهم وآمنوا بالله وجهدوا في سبيل الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار وخالدين فيه نعم مارك الله فيك مارك الله جزاكم الله خيرا على هذا البيان وفي نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن أن يحشرنا وإياكم مع أهل القرآن في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين